عرف انت الكيرف او المنحنة ده فيه ناس بتقول عليه منحنة النجاح او منحنة النمو ودايما بنتكلم عليه لما عايزين نوضح قد ايه انت استمرارك في الشغل على نفسك او في الشغل في اي حاجة عموما بيخلي النمو او النجاح بتاعك بطيء في الاول شوية اه بس بعد كده لو فضلت مستمر بيعلى لليفلز او لحيتة انت مكنش تتخيلها في حياتك واغلبنا مش بيحس ان الموضوع متطبق عليه علشان مش بيبقى وصل للنقطة اللي هي في الاخر او اللي فوق قوي دي المنحنة ده اسمه exponential growth curve يعني ايه exponential يعني منحنة متسارع او متضاعف طب يعني ايه برضو الكلام ده يعني بوساطة لو انت حبيت تعمل منحنة ال x axis او المحور اللي هو بتاع السين بتمشي عليه كل خطوة واحد فعندك واحد اتنين تلاتة اربعة النمو بقى اللي انت بتنموه على المحور التاني كل ما بتمشي خطوة واحدة بدل ما هو بقى وانت بتمشي خطوة تطلع واحد او انت بتمشي خطوة تانية تطلع اثنين لا انت بتمشي خطوة تطلع واحد تمشي خطوة تانية تطلع اربعة تمشي خطوة تالتة تطلع 16 وهكذا من الاخر انت كل حاجة بتعملها او كل اكشن بتاخده مع الوقت تأثيره في الاول بيبقى بسيط جدا ومع الوقت بيبتدي اتضاعف ويكتر بطريقة انت مش فاهمها طب هو الكلام ده ازاي بيحصل وازاي انت اصلا مش حسس بي او ازاي معظم الناس مش بتحس بي ومش بتحس ان هو بيتطبق عليها بشكل ما طب هو ده بيتطبق على كل حاجة في الدنيا ولا حاجات معينة حاجات معينة هي اللي هتخليني اعرف انجح واوصل للحتة دي بالذات اوصل لحتة ان انا خلاص بمجهود قليل قوي بيجيلي نتائج رهيبة كل الكلام ده احنا هنتكلم عليه في الفيديو ده دلوقتي هتعرف يعني ايه exponential growth اللي بيأثر فيه انت محتاج تعمل ايه علشان توصل لده فالفيديو ده بجد هيكون مفيد جدا لو انت فعلا عايز تعمل فرق في حياتك فحقول التام والاخر وقبل بنبدأ لو انت اول مرة تشوفني على اليوتيوب ياريت شترك في القناة لو انت لسه مشتركتش وياريت كمان تعمل لايك الفيديو وتتفرج عليه ولو ما عجبكش تقدر تعمل ديس لايك عادي هقولك دلوقتي على ست حاجات تقدر تعرفها كويس وتطبقها لو قدرت علشان يساعدوك يبقى عندك نمو في حياتك بالمنظر ده فأي ان كان بقى الحاجة اللي انت بتعمله اول حاجة انت مبدايا كده لازم يكون عندك هدف علشان تخيل معي كده المنحنى ده انت عندك هنا خطوات وعندك هنا progress او نمو فانت ببساطة لو ما عندكش هدف معين في اي حاجة معينة في حياتك انت الخط بتاع النمو ده مش هيبقى موجود اصلا انت بتنمو ناحية ايه انت بتعمل مجهود او بس انت بتنمو ناحية ايه بالزبط انت عايز توصل لفين انت مش عارف فلو انت معندكش هدف في حياتك لازم يكون عندك هدف علشان يبقى عندك اصلا الخط اللي انت هتمشي عليه ده او الخط اللي هيعبر عنه منحنى النمو او فدي اول حاجة لازم يكون عندك هدف طب الموضوع كبير او معقد لا هو مش كبير ولا معقد خالص انا عايزك مبدئيا تحدل لنفسك هدف كبير وبعيد شويتين ايه كان بقى هدفك ان انت توصل لمكانة معينة مثلا في شركة كبيرة ان انت توصل لان انت معاك مثلا رقم فلوس معين كبير جدا ايه كان الهدف اللي بيتماشى مع طموحاتك او اللي بيتماشى مع المبادئ بتاعتك لازم يكون عندك هدف علشان يبقى عندك المحور اللي احنا هنمشي عليه ده اساسا ودرورية جدا الهدف ده يكون سمارت سمارت جول يعني ايه سمارت جول سريعا جدا هي سمارت يعني هدف زكي بس كلمة سمارت نفسها هي اصلا مكونة من خمس حروف بيكونوا خمس كلمات الاس يعني specific الهدف ده لازم يكون محدد يعني ما ينفعش مثلا تقول ان انا عايزي بمعينة فلوس كتير وخلاص حدد لنفسك رقم حتى لو كبير جدا تاني حاجة الام يكون ماجربل يكون قادر اصلا ان انت تقيسه فانت لو حطيت رقم كبير دي حاجة ماجربل او حاجة انت قادر ان انت تقيسها تالت حاجة الايه انت ينفع اصلا توصل له مش هو حاجة انت مستحيل توصل لها ينفع توصله ده يعني مفيش حاجة تمنع ان انت تتوصله حتى لو هو كبير اوي بس اهم حاجة انا مفيش حاجة تمنع مش اللي هو مش achieve able دا يعني انت شايف ان هو كبير اوي ان انت توصل او لا عادي انت ممكن توصل لها حاجة في الدنيا مدام مفيش حاجة تمنع رابع كلمة اللي هي بتبدأ بحرف الR اللي هو relevant الهدف يكون relevant او يكون ليه علاقه بيك ليه علاقه بطموخاتك او ليه علاقة بالحاجات اللي انت عايز تعملها في حياتك اصلا خامس كلمة اللي بتبدأ بحرف T انه هو يكون time bound مش ان انا برضو عايز يبقى معي كمية معينة من الفلوس عموما لا هو انا لازم يبقى هدفي برضو محدد فيه انا عايز ده امتا عايز اوصل للهدف ده امتا بالزبط كمان 3 سنين من دلوقتي كمان 5 سنين اين كان طيب لو انت عملت ده كويس يبقى انت كده عديت اول خطوة واللي هي اهم خطوة عشان لازم يبقى فيه هدف اصلا نمشي وراه تاني خطوة بقى لازم تتأكد ان اللي انت بتعمله scalable يعني ايه scalable ايه الكلمة دي يعني من الاخر ينفع يكبر ينفع يزيد يعني انت مينفعش مثلا انت قولي ان انت عايز تكبر في حاجة معينة او تتطور في حاجة معينة الحاجة المعينة دي هي ايه عبارة عن شغل انت روتيني بتعمله كل يوم هو هو مش بتغير في اي حاجة ما دي حاجة مش scalable ان دي حاجة لازم تتعامل ولازم تتعامل كده ومش هتتغير فدي مش حاجة بتكبر فلازم يكون الحاجة اللي انت اصلا هتشتغل عليها علشان تطورها بالمنظر ده تكون scalable تكون اصلا قابلة لان هي تكبر ده ده دخلنا على تالت حاجة المفروض تاخد بالك منها ان الحاجة دي بقى هي غالبا مش هتكون حاجة روتينية يعني غالبا مش هيكون شغلنا كموظفين انت رفضل تشتغل كموظف على طول هو ده مش هيكبرك او هو هيكبرك كموظف بس مش بالاكسبانانشل جراوث اللي احنا عايزينه مش بالمنظر المتسارع جدا اللي احنا بنقول عليه ده طب ايه اللي هيكبر في حاجة زي كده السكيلز بتاعتك دي برضو مش حاجة scalable دي حاجة اه بتكبر بس بتكبر بقى سليم معينة مش معتمدة على فكرة اللي هو ايه ان انا بقى تعب بقى تعب بقى ومرة واحدة بقى مطالع طالعة غريبة يعني مش شرط خلي بالك محدش يفهمني هنا خلص ان انا بقول لحد اسيب شغلك او اللي هو يشوف لك شغل تاني او الجو ده او ما تبقاش روتيني وتروح الشغل الصبح وتمشي بعد الدور لا احنا كلنا محتاجين نعمل كده انا حاليا بشتغل موظف اصلا يعني انا مش فريلانسر بس او مش بعمل فيديوش بس فانت ضروري تعمل كده علشان احنا كلنا محتاجين نعمل كدة بس ضروري كمان جنب دا تبقى بتعمل حاجة Schedable تبقى بتعمل حاجة مش روتينية تقدر تكبرها بالمنظر اللي احنا بنقول عليه بال exponential growth فاعرف ان اي حاجة روتينية مش بناخدها في حسباني لما بنيجي نتكلم على ال exponential growth او النمو المتسارع اللي احنا بنتكلم عليه ده طب احنا ممكن نتكلم على exponential growth ده في ايه مثلا احقول لك مسال قريب جدا في اليوتيوب مثلا الفيديوز اللي انت بتفرج عليها دي النمو فيها بالأكسبونانشل جروث في الاول بيبقى بطيق جدا 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 وبعد كده كل ما بيزيد بيزيد معدل النمو بتاعه يعني انا مثلا اول ما بدأت القناة كاني يا نها ربي يد انا عندي مية وعشرين سبسكرايبر ده انا ايه ده انا كده عندي سبسكرايبرز كتير اوي كان ده بنسبلي كتير عشان كنت لسه بعيدة وكانت النمو يعني بطيق جدا فممكن اكون مثلا اول الف سبسكرايبر او اول الف مشترك انا وصلت لهم بعد سنتين تقريبا طب تاني الف وصلت لهم بعد ستة شهور بس في الفكرة اللي عايز اقول لك ان دي حاجة سكيليبل دي حاجة مش روتينية حاجة كرييتف شوية فممكن يتطبق عليه حاجة زي كده كذلك برضو اي شغل فريلانس اللي هو اي شغل حر انت بتعمله بالعمولة او بالبروجيكت اللي هو انت بتخلص شغلانة معينة فتاخد فلوسك وخلاص دي حاجة برضو سكيليبل ومش روتينية وهتفضل تكبر 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 وتجيب عملة اكتر وتزود شغلك اكتر ولما هيزيد عليك ومش هيبقى عندك بقى مساحة تزود شغل هتجيب ناس تديهم فلوس علشان تشتغل معاك زي ما انت بتشتغل وهكذا فهي حاجة تقدر تكبرها وحاجة مش روتينية رابع حاجة لازم تكون واخد بالك منها كويس قوي علشان توصل للكيرف ده ان انت لازم ايا كان انت ايه اللي انت بتعمله او انت ايه هدفك لازم تفضل على طول بتتعلم المنظر ده من النمو يا جماعة مش بيجي بالسهل فلازم فعيز ما انت بتشتغل انت اوه بتشتغل ويعني بتنحط في الصخر وجايب اخرك لازم تكون بتتعلم عشان تطور بالنفسك طول ما انت شغال بس فغالبا ده مش بيتورك هو بيديك خبرة اكبر في اللي انت بتعمله لكن مش بيتورك وزي ما قلنا خبرة اكبر في اللي انت بتعمله ده برضو يعني هي لحد ما لها سقف او لحد ما هتلاقي ان انت وصل الحتة برضو روتينية مش بتعمل حاجة جديدة فهمش هتوصل للأكسبونانشل جروث اللي احنا بنقول عليه كامس حاجة ودي مهمة جدا ان انت تفهم العملة بتوعك عايزين ايه تفهم العملة بتوعك لو انت فريلانسر بالنسبة لانا مثلا في الاجزامبل ده افهم الناس اللي بتتفرج على القناة دي بازات عايزة ايه بالزبط طب ده ازاي بيشارك في المنحنة ده او ازاي بيخلي النمو متسارع جدا وبيتضاعف على طول ببساطة لو هنضرب مثال للقناة دي أنا دلوقتي لو عارف أنت محتاج أي بالزبط أو عايز تتفرج على أي بالزبط فأنا هعمل محتوى زي اللي انت عايز تتفرج عليه فلما تتشوف محتوى أو لما تتشوف فيديوز بو فيه ده بالنسبالك وتتبسط منها هتروح تقول لحد تاني عليها وتروح تقول لحد تالت عليها والتالت يقول للرابع والرابع يقول للخامس وهكذا فبقى الموضوع بقى مش أن أنا بقى أعمل فيديو فواحد يتفرج عليه لا ده أنا عملت فيديو فهو عجبك فأنت شايرته مثلا مع ثلاث أربعة فـ 3-4 شايرو مع 3-4 كمان وهكذا أتبقى لك إن مع الوقت بمجهود قليل النتاج بتبقى أكبر بكتير عكس مثلا مكان بيجيلي وضع قليلة جدا في الأول أمถأنا لسه عندي وضع قليلة بس في الأول كانت تقلل بكتير اللي أولا ممكن أنا أقزز الفيديو يتفرج عليه 3-4 طب التلاتة وبعض دول حتى لو عجبه طب التلاتة وبعض دول أولا نسبة اللي هيعجبه من 3-4 مش كبيره ممكن يكون واحد ممكن يكون صفر طيب الواحد ده لو شاير الفيديو مع اثنين تلاتة مش هيكبر بالمنظر يعني بس دلوقتي مثلا لو تفرج على الفيديو متين واحد ممكن يا سيدي عشرين عشرة يعجبهم من المتين واحد يشايروه فخدت بالك من الفرق فيديو اتنشر هنا وفيديو اتنشر هنا بس بعد وقت معين بقت النتائج مختلفة كتير قوي فاهم حاجة في النقطة دي ان انت تفهم الناس عايزة ايه تفهم الناس اللي بتفرج عليك لو انت بتعمل فيديوز تفهم الناس اللي بتاخد الخدمة بتاعتك لو انت شغال فريلانسر او لو بتعمل اي حاجة عموما كرييتف لو فهمتهم هتشغل الحاجة اسمها الوردوف ماوث الوردوف ماوث دي من اقوى التكنيك بتاعت الماركتينج ان انت تخلي الناس اصلا تسوق لك مش انت اللي بتسوق لنفسك تخلي الناس تتكلم عليك وتماركت لك مش انت اللي تماركت لنفسك وبمناسبة مع النقطة دي ياريت تعمل شير للفيديو لو عجبك لحد دلوقتي مع اي حد من صحبك تشايف ان هو هيكون مفيد ليه خد اللينك يعني وشايرو بعد ما تخلص الفيديو جعليني بقى نخش على سادس نقطة والاخيرة اللي هتساعدك توصل للأكسبونانشل جروث اللي احنا قلنا عليه في الاول ومن وجهة نظري هي اهم واحدة فيهم واهم منهم كلهم الاستمرارية الاستمرارية اهم واحدة علشان هي اصعب واحدة فيهم طب ليه اصعب واحدة فيهم ليه صعب ان انت تستمر على حاجة زي كده ببساطة علشان انت بتفضل فترة كبيرة في الاول انت مش شايف نتايج اللي انت بتعمله مالوش التأثير القوي قوي يعني اللي انت متخيله برغم ان انت بتبزل في مجهود كبير بتبزل مجهود في ان انت تتعلم مهارة جديدة علشان تشتغل فريلانسر طب محدش عايزها طب انا ما عنديش كلاينس انا بزلت مجهود ومخدتش فلوس ده تحدي كبير جدا بيخلي ناس كتير قوي توقف تخيل بقى ان انت في وسط الناس كتير اللي بتوقف دي هو فعلا ناس كتير جدا بتوقف اللي هي بتعمله ايان كان هي بتتعلم ايه اللي بيميزك ساعتها بس ان انت موقفتش انت متخيل مش اللي بيميزك ان انت بقيت جامد قوي او ان انت اخترعت الزرة لأ انت اللي بيميزك وسط الوفات بيتعلموا اي حاجة في حياتهم ان الالوفات دي بتبطل تتعلم بعد فترة صغيرة علشان بتوحبط وانت عارف بقى الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده وعارف ان انت مفروض تفضل المستمر فبتفضل المستمر هو ده اللي بيميزك على فكرة المميزين قليلين جدا علشان قليل اللي بيعرف يستمر بعد الاحباط اللي بيقفل اول ده فضروري جدا تفكر نفسك دايما بالنقطة دي من غير الكنسستنسي او الاستمرارية عمرك ما هتشوف الكيرف ده بيتطبق في حياتك فميز نفسك وحاول تستمر في اي حاجة انت بتحاول تعملها اصلا في اي حاجة بتحاول تتعلمها جديد في اي مجهود بتعمله غير تقليدي انت مش متعود تعمله حتى اللي هيميزك هو ان انت تفضل تعمله خليك فاكر الجملة دي كويس بما انك بقى تفرجت على الفيديو لحد دلوقتي اعتقد انه ممكن يكون عجبك فياريت تعمله لايك وياريت تشترك في القناة كمان لو انت لسه مشتركتش كل ده وشكرا جدا انت فرجت لحد دلوقتي وبس كده السلام عليكم